اكد معالي شيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من علاقات أخوية تاريخية وثيقة تستند إلى أسس راسخة من الشراكة والتنسيق المشترك وما تشهده من تطور ونماء مستمر ما جعلها أنموذجا يحتذا به ومحل فخر واعتزاز بفضل ما تشهده من قوة على كافة المستويات جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة برئاسة مشتركة من معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ومعالي شيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين وتعد اللجنة إحدى اللجان الخمس المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي رأسه ولي عهد البلدين الشقيقين وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى ما حققته تلك العلاقات من تعاون مثمر وتكامل مشترك بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من جلالة الملك المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله ورعاهما وأشار معالي إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر أكبر شريك اقتصادي لمملكة البحرين مؤكدا معالي على أهمية الاستمرار في تعزيز الشراكة الاقتصادية والعمل على تطويرها وتوفير كافة المقومات والسبل الداعمة لها ما ينعكس إيجابا على المشاريع التنموية المشتركة ويحقق الرؤى والتطلعات المشتركة وخلال الاجتماع استعرض الجانبان أبرز المبادرات والتوصيات التي تم التوصل إليها ضمن لجنة التنسيق وآليات تنفيذها ترجمة نانسي قنقر